كثير ناس بتتكلم عن الحرية لكن هي مقيدة ومستعبدة داخليا خلينا أقرأ آية من رسالة بطرس الثانية بطرس الرسول الثانية إصحاحة 2 مكتوب وعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا لأنه إذا كانوا بعدما هربوا من نجاسات العالم بمعرفة الرب والمخلص يسوع المسيح يرتبكون أيضا فيها فينغلبون فقد صارت لهم الأواخر أشر من الأوائل وعدين إياهم بالحرية وهم أنفسهم عبيد الفساد لأنه يتكلم بكل وضوح لأن من غلب منه أحد فهو له مستعبد أيضا ما فيك توعد أتباع بأمور أنت نفسك مقيد فيها سواء شهوة جنسية أو جسدية أو حب العنف أو القتل وهي محتاجة الحرية من الشراسة وحرية من النجاسة وحرية من التعاسة فهاي هي حرية المسيح بحررنا من حب العنف من حب الشهوة من الحزن والهم والغموم والبؤس والشقاء والظلمة حتى نترك الأعمال الظلمة الغير مثمرة أحبائي حتى نتحرر من خلال يسوع المسيح يسوع يحررنا من العنف يسوع بحرر من النجاسة بحرر من الخطيئة بحرر من الزنا هو المحرر الأعظم